أجرى رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي جولة ميدانية بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة كرداس التعليمية بمحافظة الجيزة وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وفي مستهل جولته جدد مدبولي التأكيد على اهدمام الدولة بقطاع التعليم وسعي المستمر لدعم وتعزيز دور مختلف مكونات المنظومة التعليمية مشيرا إلى حرص على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية وتأكد من تطبيق متى ما اتخاذ اجراءات على أرض الواقع تتعلق بتعامل مع الزيادة في حجم الكاتفات الطلبية بالفصولة وأسد العجزة في أعداد المعلمين